بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وقائد مسيرتنا أبي القاسم محمد وعلى أذن هدات الميامين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آملوا صلوا عليه وسلموا تسريما لا تشرق الشمس إلا من محياها يمشي الزمان على آثار من شهاها للأرض تنمى وللفردوس قد نميت حراب بنسية قد شف معناها لو يجمع الحسن كل الحسن في امرأة لكان فاطمة ما كان إلاها ساتت نساء الورى دنياً وآخرتان من يوم مولدها بل يوم حرها صلوا عليها لكي نحبى شفاعتها كيف السزيل إلى الجنات لولاها وليتها وبرلت من أعدائها مذكى ليرضى الله ما يرضيها نسل النبوة والإمامة نسلها صلوا على الزهراء أمي أهليها اللهم صل على محمد راري محمد نبارك لكم جميعاً ذكرى ميلاد السيدة الظاهرة والدرة الفاخرة سيدة الوجود السيدة المباركة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على محبتها وولايتها وأن يرزقنا في الآخرة شفاعتها فإنها تشبع لمحبيها يوم القيامة كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديد ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله خزي على محمد آل محمد لا يختلف إثنان من المسلمين في أن السيدة الظاهرة فاطمة الزهراء عليها السلام هي سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين بل هي سيدة نساء أهل الجنة فهي سيدة في الدنيا وسيدة أيضا في الآخرة ولكن الاختلاف وقع في سنة ولادته هناك قولان القول الأول أن ولادتها كانت قبل البعثة بخمس سنين والقول الآخر أن ولادتها كانت بعد البعثة بخمس سنين والفارق بين الأولين عشر من السنوات لكن القول الثاني هو الأرجح في المقام وهو ما عليه أهل التشيع وذلك لعدة اعتبارات الاعتبار الأول الروايات الكثيرة الواردة عن النبي صلى الله عليه وعاله من أن نطفة السيدة المباركة انعقدت من طعام الجنة وهذا لا يكون إلا بعروجه إلى السماء ودخوله إلى الجنة وبالتالي أكل من هكذا طعام فانعقدت هذه النطفة الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتابه الأمالي في الجزء الأول صفحة خمس مائة وستة وأربعين ينقل بإسناده عن الإمام الرضا عليه السلام أنه قال النبي صلى الله عليه وآله الله وبركاتنا على محمد وعالي وما أرجبي إلى السماء أخذ بيدي جبردي فأدخل للجنة فناولني من رطبها فأكلت فتحول ذلك نطفة في صلبي فلما أضبط إلى الأرض وقعت خديجة فحملت والفاء في اللغة العربية تفيد معنا التعقيد المباشر يعني دون فاصل عندما أقول دخل محمد فعلي أي أن علي دخل بلا فاصل بعد محمد كذلك هذه الأمور حصلت بشكل متتال يقول فتحول ذلك نطفة في صلبي فلما أضبط إلى الأرض وقعت خديجة فحملت لفاطمة مباشرة حملت لفاطمة ففاطمة حوراء إنسية وكلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة إذلة فاطمة الله سبحانه سبحانه عندما تحدثت عندما تحدثت هذه السيدة المباركة وهي لم تزل جنيلا في بطن أمها مع أمها خديجة عليها السلام وأن النبي عندما دخل ووقف على هذا الأمر أخبرها بأن جبرتين أخبره بأنها أنثى وهذا الأمر لا يكون إلا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله إذن القول الثاني هو الأرجح في المقام وأن الزهراء ولدت بعد البعثة وليس قبل البعثة والثمر من هذا القول على أن أولئك أرادوا أن يضيعوا هذه المنقبة للسيدة الطاهرة أن نقفتها عقدت في الجنة بالقول أن ولادتها كانت قبل البعثة وليس بعد البعثة فتأمل إذن نتمسك بهذا الرأي ونذهب إلى هذا الرأي لأن في ذلك حفاظا على حق الزهراء وحفاظا على منقبة من مناقبها التي لا تعد ولا تحصى ومالتالي علينا أن نعتقد بولادتها بعد البعثة وليس قبل البعثة أسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم من بركاتها وألغافها ونحن نعيش هذه الذكرة الطيبة المباركة التي ننتظرها في كل عام بشوفا ولهفة لأن الزهراء تجمعنا على المحبة والولاية والصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لما اقترنت السيدة المباركة خديجة بنت خويلد عليها السلام من المبي محمد صال الله عزيزان هجرتها نساء مكة فقلنا لا يدخلنا عليها ولا يتركن امرأة تدخل عليها فاستوحشت خديجة لذلك فلما حملت بفاطمة عليها السلام كانت فاطمة تحدثها من بطنها وتؤلسها وتصرذرها وكانت تبتم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى دخل النبي محمد صلى الله عليه وآله فوجدت تتحدث فقال يا خديجة من تحدثين فقالت إن الجنين الذي في بطن يحدثني ويؤنسني بحديثه فقال يا خديجة هذا أخي جبرائيل يخبرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة وأن الله تعالى سيظهر نسله منها وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه فلما حضرت ولادتها بعثت إلى بعض نساء مكة وبني هاشير أنت علي لتبهنن مني ما تبهن النساء من النساء عند الولاد فأرسلنا إليها أنت عصيتنا ولم تقبلي قولنا وتزوجتي محمدا يتيم أذي طالب يتيم فقيرا لا مال له فلسنا نجيء بليك ولا نبي من أمرك شيئا فاقتمت خديجة لذلك وبينما هي على هذا الحال إذ دخل عليها أربع نسوة يفوح منهن رائحة الرزق والعنبر كأنهن من نساء بني هاشير فلما رأتهم فزعت منهم فقالت إحداهن لا تعزني يا خديجة إنا رسل ربك إليك ونحن أخواتك أنسى روادي آسية بنتم زاحم وهي رفيقتك في الجنة وهذه مريم بنت عمران وهذه كنثم أخت موسى بن عمران بعثنا الله إليك إن لي من أمرك مات للنساء من النساء فجلست واحدة عن يمينها والأخرى عن يسارها والثالثة بين يديها والرابعة من خلفها وقد تشعشعت الأنوار وفاحت روائح الطيب فتعجبت السيدة خديجة عليها السلام من ذلك فبينما هي متفكرا وإذا بها قد وضعت فاقما عفوا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وعلي محمد صلوات صل على محمد علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه صلي وسلم صلوات ربي عليه وعليها السلام وعليها السلام وعليها السلام قيل امدح الزهراء قلت كفاها مدحا بأن رضا لإله رضاها قديسة قد حار في أمصافها أهل العوالم أرضها وسماها سجد الزمان على تراب نعالها لينال فخر تعفر بثراغا هي سر سر نور نور محمد هي غيب علم الغيب دع معناها فطم الخلائق عن تلمس ذاتها ولد الإله بفاطمين سماء رضا مصلي على محمد آلي محمد سر هذا الوجود فاطمة الزهراء غير الله محمد ما عرف سره كوّنها الإله وخلّ بيها نور صبحان الإله اشلو نصور والد محمد والد محمد سيد الكند وخديجة لوالد الرحمن شاكره لو ما فاطمة لا جنة لا من نار اللي يبغضها ربنا النار حضرها ليبغضها ربنا النار حضرها والحفاطمة ولها بالأفعال الجنة تصير بيت وهو شاكرها هايم الأيم على البشر ساعدة يكي المعصوم يوقف حين يذكرها هايم الرسول وهو كالناه وإذا طاح الرسول بشدة ينظرها خل أسولف لك غرام البي يا وين الأخي ناغل عزيز الشاعر موفق الملز يوسف الشيخ يقول خل أسولف لك غرام البي يا وين وعن عشق قربي وسبب التكوين قام بص أبو شيخ صوها بطعة بصرية الشاعر صلى 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 أنه يحطوا المقاطع بس جلق هالصيلة إن شاء الله متوفق لهم لكم إن شاء الله بطعة بصرية بطعة بصرية محمد خل أسولف لك رام البي وين وعن عشق قربي وسبب تكويني أنا عبد الفاطم الزهر البتون افضل طينة تكوى الطين فاطم المصباح ويضو العجود هذا نور بلطفه يغشيني أنا من قد ما أحب هوبي يشور راسم الزهراء داخل عيني راسم الزهراء داخل عيني يا عايز شغال أو أسبب شعر وشعور وعاجز الشيء للمحبة يديني أنا كل حلم العمور لما أنا أموت فاطمة بكل الشدة تنجيني واغل أهتيف دائما وقت النزاع فاطمة يوم الحسن غيثيني مولد الزهراء بشارة والبشارة الكثرة ولدة القرآن هي وهي أصل المفخر يا محمد من تأبتر آلك من الظاهرة يا أم أهل البيت سموهم أهل البيت سموهم أهل البيت أم أهل البيت سموهم أهل البيت يا فاطمة يعني الكرامة وسر من أسرار الإله فاطمة يعني المعالي الشرف والحق اصطفاه لا محالة لنكر حقها الباري بالذل ابتلى الباري بالذل ابتلى وما طاحب ذل الولاة وما طاحب ذل خبر عاجل وصلنا وهلة المشرة تفاحة محمد بوت الشجرة جبريل نادى ولدته سارة تفاحة وظوة الدنيا تفاحة وظوة يولا ينفرحان النبي الهادي وشايد بنته بجفوفه يصطح من وجهها النور واملاك السماء الطوفه أول فتشة العينين أبوها فاطمة تشوفه أبوها فاطمة ما سويت ما شويت خالدة أبوها فاطمة تشوفها تتبسم والات بعيونها تتبسم بعيونها تتبسم بالات بعيونها تتبسم بالت بعيونها تتبسم بالت بعيون وهمناcas المنزال بالفرحة وهمنا يا بولادة فاطمة فرحنا وهمنا يا علي الكرار والدنا ونبينا والدي الكلي البرية الله صادق محمد واده محمد أخذنا أيام مولد فاطمة البضعة أخذنا أيام 대وية أبي Lions أخذنا أيام التهاني صادق الليلة قدمنا قدمنا الخديجة والنبي وحرمي وحرمي وردنا يا إلهي وردنا يا قصدنا المولد الزغرة وردنا يا مشاء لوع الخرق ننفو وردنا يا صافي من عذب حضا وردنا يا زلال كثر شربا وردنا يا محمد وقف لأياك يا نور الزهر دلالي وقف لأياك وحط على الراس إيداني وقف لأياك نصين القلب أفتح وقف لأياك وشمح أحمر لخلي إلك علي وقف لأياك وصل على محمد وغالي محمد يا الله ري جوابك مادتين مقصدون الثالثة مادتين شي سهل عشان يتفاعل سهل كده سهل ما نعطي شي صعب عليكم العلاق قاعدين إن شاء الله وأرسل تحياتي لكراها للزهرة مولاتي أرسل تحياتي للزهرة مولاتي قرب شرح يحلل فرح لمن؟ أرسل تحياتي للزهرة مولاتي أرسل تحياتي للزهرة مولاتي للزهرة مولاتي قلب شرح يحلل فرح للزهرة مولاتي قلب شرح يحلل فرح للزهرة مولاتي أرسل تحياتي للزهرة مولاتي هي أرزل تحياتي يا مولاتي قلب شرح يقلل فرح لزهر مولاتي قلب شرح يقلل فرح لزهر مولاتي بالمدة يا ناس الفرح ما مر علي مر على قولي ونشرح هاي المزية وتأملت وتفحص الشهور الضغية قلب شرح يقلل فرح لزهر مولاتي تلت ولادتا في الدنيا ضوتها تلت ولادتا أول عبد أنكر ورد في سهر مولاتي أول عبد أنكر ورد في سهر مولاتي أرزل تحياتي أرزل تحياتي لزهر مولاتي قلب شرح يقلل فرح 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 لزهر مولاتي إلا لما دين النبي بالظهر مسروف انظر وجهه يبتز مثالة بالنور واجب أشارك فرحة وكل فرحة مردور واجب أشارك فرحة وكل فرحة مردور نزلة ملائك السمة يا فاطمة الزهور وكل فرحة يا ناسي عايش هب إحساسي وكل فرحة يا ناسي عايش هب إحساسي نفرح سوى حتى الهور زهر مولاتي قسلت حياتي قسلت حياتي قلبي شرحي للفرحة سوى حتى الهور زهر مولاتي قلبي شرحي للفرحة سوى حتى الهور زهر مولاتي صورة وجه المشرقة تبقى بخيالي صورة وجه المشرقة تبقى بخيالي خادمه وتباهر من صغري يهوامه خادمه من صغري أهوامه أعظم عمل خادم أرضي للفرحة مولاتي قلبي شرحي للفرحة سوى حتى الهور زهر مولاتي سوى حتى الهور زهر مولاتي مولاتي اللهم سجع على محمد وعلي محمد ولا مال ولا مال ولا مال إيت فوح زهر فرحة ولا مال قرب نبحب عني ثالث ولا مال رمس على ولد ينفع ولا مال ينفعك حو علي حبي 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 اللهم صل على محمد وعلي محمد يا الله نفعك في ضراعة لك نتوسل إليك بالبضعة المباركة فاطمة الزهراء عليها السلام يا الله فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا اشعي مغمونا يصوف نورنا اللهم تقبل من المؤسسين بأحسن القبول اشعي مرضاهم اقضي حوائجهم احفظهم في أنفسهم ولويهم ومن يلوذ بهم ورحم موتاهم والماتع على البال أقضي حوائج يجب أول ؟ أهوال بحRR ايهوه مهوال بحRR دوار إن شاء الله لك احنا مثالك اوال برره ياهوال بال Village لقد عارضك ومستقيل فش الاه marry ومستقيل إليه اé validate إن شاء الله إذا عاني مرأة أخرى يجهزك موادك خمسة بعض يا الله أمدكم إن شاء الله خلال أرواح ممتن المؤسسين وممتن المدينة وممتن الحاضرين نهدر الجميع حواباً وفاتحة مع الصلاة أمدكم أمدكم أمدكم